السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحيل البيانات على الأكسل مبادئ Power Query أو PQB الفيديو ده PQB02 بيتكلم على استخراج البيانات من نفس ملف الأكسل وحنشوف فيه 3 طرق إزاي استخرج البيانات من نطاق مسمى أو نطاق لإسم أو Named Range أو لو عندي جدول إزاي ممكن أحط البيانات على طول في Power Query ولو أنا لا عندي جدول ولا عندي نطاق لإسم إزاي هيشتغل موضوع Loading Data على Power Query وإحنا شغالين حنبص على شوية إمكانيات Power Query منها إزاي أحزف عمود إزاي أعمل قائمة فريدة أو قائمة فريدة ديناميكية يعني Dynamic Unique List أحزف المكرر ولما يضاف داتا جديدة يفضل برضو يحزف المكرر مهما زودت داتا أو معلومات جديدة ويحدث القائمة دي تلقائيا إزاي أقدر أعمل حسف أو تغيير لخطوات مطبقة قد سواء كانت الخطوات دي معمولة أو أنا أعملها بنفسي إزاي ممكن أستخدم معادلة جوة جدول مستخرج من Power Query وإزاي المعادلة دي بتحدث نفسها بشكل تلقائي مع تحديث الكويري وإزاي ممكن أضيف بيانات جديدة على البيانات اللي أنا اشتغلت عليها ومع ذلك كل البروست اللي عملتها ممكن تشتغل بشكل أوتوماتيكي لو عايز تشتغل معايا وأنت بتفرج على الفيديو أو حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي أنا هشتغل عليه كمان لو لسه ما شتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال بتاع النهاردة عندنا المبيعات الشهرية للربع الأول تريبل اي بايك شوب عندنا جاية في تلات عامدة العمود الأول زي ما انت شايف في اسم الشهر العمود الثاني في اسم البرودكت والعمود الثالث في سيلز فاليو لكن زي ما انت شايف الشهر مش اسامي شهور هو جاي في تاريخ وتاريخ نهاية كل شهر بالشكل اللي حدتك شايفه أنا المطلوب مني ان انا اجرب اعمل لود للديتا دي مرة من نيمد رينج زي الحالة اللي قدامنا دي لو وقفت هنا وفتحت البوكس بتاع النيمز هنا حاجة اسمها بايكس كيوان لو دوست عليها هو ده الرينج اللي انا سميته كيوان نفس الديتا متقررة تاني لكن في رينج مالوش اسم مش متسمية ونفس الديتا متقررة تاني ولكن في تابل والتيبل ده احنا مسمينه زي ما انت شايف بايكس فانا مطلوب ان انا اعمل لود تاريخ مرات كل مرة بشكل مختلف ومطلوب ان انا انشئ سامري دي الديتا دي مرة بالبرودكت ومرة تانية بالشهر واستخدم الباور كويري عشان تعملي يونيك لست مرة هبقى محتاج يونيك لست لأسامي المنتجات ومرة يونيك لست للتاريخ او للشهر طيب تعالى نشوف هنعمل كده ازاي تعالى نبدأ بالمثال الاولاني اللي هيكون في الديتا بتاعتي موجودة في رينج لي اسم او نيمد رينج وانا واقف جوه اي سل جوه الرينج هروح على ديتا ريبن زي ما اتفقنا وهروح على الحتة بتاع جيت ان ترانسفورم اللي هي فيها الباور كويري وحروح على الزرار بتاع المرة اللي فاتت ده لو عملت هوفر عليه حلاقي فروم تيبل لو دست عليه هيفتح لي اوتوماتيك الباور كويري اديتر قبل ما ابدأ اشتغل محتاج اول حاجة تأكد انا عندي اسم مناسب للباور كويري هو اخد الاسم بتاع الرينج وسمى الكويري بالاسم ده مفيش مشكلة بايكس كيوان اسم كويس ما عنديش مشاكل هو عمل خطوطين اوتوماتيك خليني اشيلهم عشان اشيل اي خطوة في الابلايد ستابس دي هروح على الاكس اللي في الجنب دي وادوس عليها ادوس على الخطوة التانية واسيب بس السورس السورس هو عبارة عن فورمولا اسمها excel.current ووركبوك وراح جاب النيم اللي اسمه بايكس كيوان وجاب الكونتينت اللي جواه تمام جدا مفيش مشكلة طيب تعال احنا بقى نوضب الديتا بتاعتنا عشان نعمل اليونيك لست زي ما انت شايف الديتا لما جات هنا هتلاقي فيه حاجة اسمها column 1 تحتي المنث بعد كده التواريخ حاجة اسمها column 2 تحتيها اسم المنتج او product name وبعد كده اسامي المنتجات طب انا مش عايز كده انا محتاج ان ده اول صف اللي هو صف رقم واحد ده يبقى هو عنوين الاعمدة طب اعمل كده ازاي مفيش مشكلة من home ريبن هروح على يمين شوية في حتة اسمها transform وهاختار حاجة اسمها use first row as header اول ما حدوس عليها هتلاقي الاسامي بتاعت العواميد اتغيرت زينا انت شايف بالشكل طيب انا محتاج باسامي المنتجات زي ما اتفقنا فانا هعمل remove اقدر اعمل remove للمنث واقدر اعمل كمان remove ليس محتاجهم طيب وممكن اعملها بطريقة اسهل من كده خليني اشيل اعمل delete remove columns دي رجعت تاني على وضع القديم اعمل ايه بقى ممكن اختار product name واعمل وحلاقي حاجة اسمها remove other column طبعا اسرع لو انت عندك columns كتير وهذه الخطوات كلها متسجلة اي خطوة اقدر ارجع فيها بشكل جميل طبعا مش عايز حد يخاف انت مسحت الديتا لا حضرتك الديتا دي كلها موجودة زي ما هي في ال range اللي احنا شغالين فيه زي ما قلنا قبل كده ده مجرد view للديتا او read only version من الديتا الخطوة اللي بعد كده عايز بقى unique list من اسامي المنتجات مفيش مشكلة وانا مختار الكلام الوحيد اللي عندي هروح على home ribbon تاني وحاجة اسمها remove rose وحاختار remove duplicates بالزبط زي ال excel انا كده جاهز اقدر اعمل لود الديتا بتاعتي close and load 2 هيفتح لي ال direct box الجميل بعد ما يقفل power query editor وهاختار منه ان انا محتاج existing worksheet وعايزه يكون في table وهاختار ال cell اللي اسمها F5 وهدوس على ok هيعملي unique list زي ما انت شايف بالشكل ده وهتلاقي ال pane بتاع queries and connection فتحت وظهر لي query اسمها bikes q1 وفيها 4 rows طيب تعال ناخد ال option اللي بعد كده لو انا عندي بقى range ما هوش في name ولا هو table ولا اي حاجة خالص وحبيت اودي power query مباشرة هستخدم نفس الزرار اول ما هتدوس عليه هتلاقيه هو الواحد وعايز يكريتلك table ويقولك ان ده لازم تحاوله table الاول او يكون range لي اسم طبعا لو قلت له ok هيفتح ال editor لكن هيددي table اسم عشوائي مثلا table 1 table 2 ودي حاجة مش كويسة فانا مفضلش نستخدم الطريقة دي خالص وعشان كده انا هعمل cancel وحنروح على طول على ال option التالت لو انا عندي table هاختار اي cell جواه table وادوس على نفس الزرار هو هو وحتلاقي فتح ال power query editor وحتلاقي اسم table اللي هو bikes وخلاه هو اسم query خد بالك المرة دي اول خطوة اسمها source نفس الكلام متشابه جدا مع المعادلة اللي احنا شفناها في المرة الاولانية بعد كده مفيش بقى promote header ليه لان ال table نفسه ليه header فهو فهم على طول ان ال headers اللي موجودة في ال tables هي اللي انا هستعملها في ال query فعلى طول هو حاول يعمل change type حاول يتنبأ بالبيانات اللي موجودة هنا طيب المرة دي الموضوع مختلف شوية انا محتاج اشيل اسم ال product مش محتاجه ومحتاج اشيل sales value نفس الكلام والشغل كله هيبقى على المنط زي ما انت شايف المنط هنا هو شايفه date و time يعني تاريخ ووقت انا مش محتاج الوقت ولو بسيت على الايكون الموجود هنا هتلاقي جدول او calendar و جنبيها ساعة انا مش محتاج الساعة دي لو دوست هنا ممكن اغير type واختار date بس كده بقى عندي ال query جاهزة كل اللي فاضل ان انا برضو اقوله remove duplicates عشان اخليها unique list بالشهور وهروح على close and load 2 وهعمل نفس اللي عملنا المرة اللي فاتت والمرة دي هاختار q5 واقول له اوكي كده بقى عندي listة بالشهور وشهور متمثلة باخر يوم في كل شهر وهنا عندي listة بالبايكس ممكن بسهولة جدا اضيف column على الجدول ده وابدأ احسب summary بتاع السيلز فممكن هنا اسمي ال column ده sales وenter و sum ifs function سريع جدا هنا هاخد ال sum range وهيكون هو ده وهعمل comma عشان اختار criteria range وهتكون هو ده طبعا ما تنساش تستخدم F4 عشان تثبت الرينج وبعد كده هاختار criteria اللي هي هتكون هنا اسم المنتج وهقفل ودوس enter وهتلاقي المعادلة حسبتلك automatic ممكن نعمل number formatting سريع و double click عشان اخد المعادلة لغاية الاخر والدنيا كده تمام بقى عندي summary بالproduct تعال نروح هناك ونعمل نفس اللي عملناه نفس الكلام المرة دي summary بالشهر نفس المعادلة بالضبط هتساوي sum ifs وهاختار sum range المرة دي اسهل على طول مش محتاج بها F4 زي ما انت شايف هو استخدم عنوان العمود على طول علشان انا باستخدمه جوه table وهعمل comma عشان اختار criteria range والمرة دي هيكون الشهر هاختار بنفس الطريقة عنوان العمود وهو هيكتبها لك automatic والcriteria بتاعتك المرة دي هتكون تاريخ بتاع الشهر لو استخدمت هنا الايكون الصغير ده وقلت له override all sales هيكمل معاك المعادلة لغاية الاخر اعتقد احنا كده تمام اعتقد هنا بس محتاج number formatting كده لفضل حضرتك ان انا اعمل تحديث للبيانات ببيانات الكورتر التاني ببيانات الجديدة لو روحت على q2 sales sheet هلاقي هنا في ببيانات بتاعت الكورتر التاني هاختارها من تحت الهيدر كلها و control c واروح على q1 sales وانزل تحت ال range ده واعمل control v انا اتوقع المفروض ان انا لعملت refresh الكويري دي المفروض ان انا اشوف دي جديدة دخلة لان احنا قلنا قبل كده الكويري بتساعد على ال automation تعال كده نجرب ممكن ال refresh من المكانين ياما اقف هنا واعمل right click واقول له refresh ياما اروح على الكويري وحلاقي على يمين نزل وار بتاع refresh ممكن استعمله عملنا refresh وما حصلش اي حاجة وحرك ده عشان سببين لو تفتكر ده احنا كنا عاملين الكويري دي من named range لو جيت هنا واخترت q1 sales هتلاقي range بتاعك مش كامل دي اول مشكلة هتواجهك المشكلة التانية كمان حتى المعادلات نفسها مش شاملة غير بس الجزء اللي كان موجود في الاول فبالتالي علشان اعدل الكويري دي او احدس الكويري دي فانا محتاج ان انا اول حاجة اغاير range كنتمسميه q1 sales واخليه ياخد معاه بقية الروز والحاجة التانية اعدل المعادلات كلها اللي موجودة هنا علشان يحسب بشكل كويس طب تعال نعمل نفس التجربة دي ولكن في الجدول لو اعملت ctrl c وروحت هناك على الجدول وجيت تحتيه وقلت له ctrl v زي ما انت شايف الجدول بيتمدد بشكل تلقائي وبالتالي كمان الكويري هتاخد ديتا جديدة لو عملت لها refresh من هنا كويري اسمها بايكس اعمل لها refresh هتلاقي 3 شهور زادوا وحتلاقي الارقام كلها updated والمعادلات كمان عشان مبنية على عنوين الاعمدة زي ما انت شايف واحنا عندنا فيديو بيتكلم على الموضوع ده هحط اللينك بتاعه تحت وحتلاقي فوق دلوقتي احنا بنتكلم كارد لو دست عليه حيوديك على الفيديو اللي بيشرح عنوين الاعمدة واستخدامها في المعادلات بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا وقبل ما سيبك لو سمحت لو ما اشتركتش في القناة لغاية دلوقتي لو سمحت اشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك واسبنا تعليق عشان احنا بناخد تعليقاتكو في الاعتبار وشكرا جدا لوقتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته